مع اقترابي موعد كأسي إفريقيا للأمم بدأت الأسئلة تطرح حول تكلفة التنقل إلى كوديفوار كيف يمكن أن نسافر لتشجيع ومناصرة المنتخب الجزائري الذي يبحث عن استعادة هذا اللقب الذي ضيعه في الدورة السابقة بعدما فاز به في عام 2019 وتحت قيادة نفس المدرب جمال بالماضي فأسئلة كما قلت تطرح في الشارع الجزائري حول كلفة الصفر البارح كان ضيف الشروق نيوز أمين أندلوسي المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية مع الزمالة في برنامج كورا تولك مع زميل إبراهيم حنيفي وياسين معلومي وحكا على تكلفة الصفر التي قال بأنها 14 مليون سنتيم رقدنا وبدأوا الناس يديروا في الحسابة 14 مليون شخصني باش نروح وش ندير اليوم استيقظنا على خبر آخر الرئيس عبد المجيد تبون أزدى تعليمات أو أعطى تعليمات بيتكفل بـ 50% من التكلفة منتاع الصفر يعني 14 مليون أصبحت 7 ملايين سنتيم الآن 2000 مناصر يمكن أن يدفعوا نصف تذكرة الصفر إلى كوديفوار من أجل مناصرة المنتخب الوطني فالرئيس عبد المجيد تبون أعطى تعليمات لتكفل بـ 50% من تكاليف تنقل 2000 مناصر للخضر إلى كوديفوار الاتحاد الجزائري لكرة القدم سارعة إلى إصدار بيان قال فيه المعلومة أعطى المعلومة وقال بأن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي يعرب عن شكره وامتنانه العميق للرئيس عبد المجيد تبون على هذه المبادرة الجديرة بالثناء والتي تدل على دعمه الدائم والثابت للمنتخب الوطني ولأنصاره هذه مش الخطرة الأولى وهو متوقع جدا أن السلطات الجزائرية تقف إلى جانب الأنصار الجزائريين لأنه 14 مليون حتى وإن قالت الجوية الجزائرية أنها في متناول الجميع هناك من لا يستطيع دفع هذا المبلغ فأن يكون النصف هو الذي سيدفع الآن هو تقريب للتذكرة إلى المواطن وعلى بالي وبدون افتراض أنه مع تقدم المنتخب الجزائري إن شاء الله في الأدوار في هذه المنافسة في كأس إفريقيا سيكون هناك قرارات أخرى لصالح المناصرين الجزائريين مثل ما تعودنا في الجزائر في بلدنا فسوف نتحدث عن هذا الموضوع وأخبار أخرى كثيرة عندها علاقة بكرة القدم اليوم أيضا كان هناك تصريحات لربح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية وإنحكا على المرشحين في حوار مع الموقع الرسمي للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ماجر قال من الصعب جدا ترشيح منتخب معين للتألق في النهائيات خاصة في ظل مشاركة كبار منتخبات القرى الصمراء ومع ذلك ماجر وإن قال بأن المنافسة ستكون مرتفعة هذا توقعاته وأن قد تكون هناك مفاجآت من منتخبات غير موضوع في الحسبان ولكن ذكر أسماء بعض المنتخبات يعتقد بأن ماجر هي التي يرشحها يقول أن هناك منتخبات كبيرة على غرار كود ديفوار البلد المنظم الجزائر المغرب السينيغال ونيجيريا فهذه ترشيحات ماجر يبقى أيضا بأن هناك الكاف قرر رفع الجوائز المالية إلى سبعة ملايين دولار للفائز بالكاس